أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآله وحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أرنا الطلع الرشيد والغر الحميد واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه وسهل مقرجه وأوسع منهجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم يا مان بعدا عن خواطر الظنون وعلم بما كان قبل أن يكون وتنزها عن الكون والمكان وأبدع العقول والأفلاك والأكوان وعلا في تفرده ودنا في توحده وهو الرب المتعالي المجيد الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد نحمدك اللهم على نعمائك والحمد من نعمائك ونشكرك اللهم على آلائك والشكر من آلائك ونصلي 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 ونسلم على سيد أنبيائك محمد المصطفى المبعوث على الوراء الذي دنا فتدلا فكان وكان قاب قوسين أو أدنى وعلى أهل بيته الأئمة الهداء ومصابيح الدجام وأعلام التقام وذو النهام وأولي الحجاء وكهف الورام ودعاة الخلق إلى دار البقام عليهم آلاف من التحية والثناء ما دامت الأرض والسماء دعاء اليوم التاسع عشر والعشرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكين في قلوب المؤمنين كان الكلام حول الذنوب وآثار الذنوب على الإنسان المؤمن والكافر تأثيرها تارة بالدوام في أي حال من الأحوال حتى لو كان متعبداً حتى لو كان مصلياً حتى لو كان صائماً حتى لو كان نائماً فبعضها تتابعه ودائم على الدوام تطالبه قلنا كمن غصب شيئاً الغاصب لا أنه فقط المال بل إنما تارة يقصب حق شرعي عدم زكاة عدم تفقد عدم صلة رحم وهو قادر على ذلك وليس له عذر فهذه الأيام وهذا الشهر الفضيل يجب من الالتفات له بحيث الإنسان يكون راجعاً إلى ربه تائباً إلى ربه مما يرتكبه أو مما ارتكبه من المعاصي والذنوب لهذا في مثل هذه الأيام خاصة التي نحن فيها في اليوم التاسع عشر في الليلة العشرين حدثت حوادث هذه الحوادث إضافة على أنها على كبرها التاريخي وعظمتها في التاريخ الإسلامي أو في التاريخ الإنساني لكنما تعطي نوع من الاستمالة للقلوب إذا استمال لها فيستميل إلى الله ويصل أو يتدرج نحو التوحيد وعلينا أن نستميل بهذه الأيام بهذا الشهر الشريف بهذه الساعات قلب سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة المعصومين لا سيما الإمام الحج المنتظر سلام الله عليه وهذا الباب ليس لنا فقط يعني بعض الأحيان ترى بعض العلماء من علماء الأخلاق من علماء الفن علماء العقيدة يقولون أن عددنا ضئيل وصقير بالنسبة للعالم فلم نصل إلى مليار معما أن المسلمين بأجمعهم سنة والشيعة وجميع الفرق وجميع المذاهب ربما يصلون إلى مليار وخمسمائة أو ستمائة أو ثمانمائة مليون لكن الشيعة بجميع فرقها إلى الآن من أربعمائة إلى ستمائة أو سبعمائة مليون فلا يشترط بالعدد ولا كثرة العدد ولا كبر العدد بل إنما يشترط بالقلوب قيل لموسى عليه السلام يا موسى أتعلم لما اتخذتك لنفسي كليمة قال لا يا رب قال لأني نظرت إلى قلوب خلقي فلم أرى قلبا أخشع من قلبك إذن الموازين الإلهية التوحيدية تختلف عن موازين التي نحن نعبر عنها بالكثرة وبالكثافة وبأمورنا الأخرى فعلينا بالعمل الجاد ما ننتفع به لآخرتنا وهذا العمل الجاد وما ننتفع به لآخرتنا تارة يكون في عبد من عباد الله في شخص خلقه الله سبحانه وتعالى وميزه عن خلقه لكي يكون منارا لهم فنستميل بداية الأمر قلب إمامنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بمواعظه الشريفة ربما يقال كيف كيف نكون ونحصل على رضا قلبه الشريف فالكلام الموجود الذي يؤثر حتى في الحجر كما يحكى أن في قنص الروسي يذكرها العلامة العلامة الشيخ الششتري كان دارسا ومطالعا للقرآن وبعض كتب الحديث فكان يقول أنتم المسلمون تفتخرون علينا أنكم أشرف وأفضل منا بينما نحن وأنتم في المعاصي سواء فما هو الفخر إذن إذا المعصية تصدر من المسلم ومن غير المسلم فما الفضل المسلم فيقول ذلك العالم كما ينقل الشيخ الششتري قلت في جواب القنصل إنما رأيت من العاصين وهم من طبقتنا ولكنك لم ترى الأعاظم والأئمة من مذهبنا وديننا حيث أنهم معصومون هل تريد أن أقرأ لك مقطعا من أحد أئمتنا قال نعم فهاتني به يقول أخذت أقرأ وهو يبكي حتى وصلنا أنه أسلم فهذا الكلام الذي يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان الإنسان صفي القلب نزيه القلب كيف يؤثر فيه لهذا يقول قرأت له من كتاب له إلى عثمان بن حنيف الأنصار وللبصرة قال بعد كلام من طويل له ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أنا لم أقل لكم اكتفوا بطمرين وبقرصين ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد حالات أخلاقية اجتماعية نفسية جسدية الإنسان يستفيد منها لكي لا يقع في المحارم هذا الإبتعاد عما حرم الله هو مساعدة وهو إعانة لأمير المؤمنين أعينوني بورع أن يكون الإنسان ورعا واجتهاد جدا مجتهدا في هذا الأمر ويكون عفيفا ويكون أهل سداد وعفة وسداد فوالله ما كنست من دنياكم تبر أمير المؤمنين يقول التيبر مثل التيبن لكنما يكون من الذهب يعني أقل شيء ولا ادخرت من غنائمها وفرها ما أخذت لي شيء ما أخذت لي منها حظ أو وفرت لنفسي شيئا ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا حتى ثوب اللي بالي وخلق ما أخذت له شيء حتى من هذه الدنيا بل كانت نعم بل كانت في أيدينا فدك كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء وهنا يبين قضية تاريخية قرآنية وآتي ذا القربة حقه كيف يقول أخذت منها من كل ما أضلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم الله وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظانها في غد جدث تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها ثم يقول ذلك العالم لما قرأت لهذا القنصل الروسي بعض الكلمات عن أمير المؤمن من أمير المؤمن عليه السلام وقلت حتى وصلت ولو شئت لهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القم ونسائج هذا القز ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة ولعل بالحجاز أو اليمام من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع أو أبيتم بطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا وهذا المقطع يقولون أن في زمن أمير المؤمنين كما يقول جورج جرداخ في كتابه الموسوعة يقول ما كان فقيرا في حكومته وما كان عديم بيت في حكومته وما كان عاطلا عن العمل في حكومته وما كان أعزبا يريد الزواج ولم يوفق في حكومة أمير المؤمنين وترى الكل الكل ما يكون بالظاهر تحت إمرته من غير ما يكون في إمرة الكفار والمشركين أو غيرها الكل سواسي فلم ترى هنا ظلم وهنا شبع وهنا جوع ولا الكل تقريبا يرضى بذلك والأمان يعم البلاد أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي أقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر سبحان الله هذه من كتب نهج البلاغة كتاب خمسة واربعين في بعض النسخ فلما سمع القنصل ذلك العالم كما يشير الشيخ الششتري يقول لما سمع القنصل الروسي فبكى وأسلم لهذا الكلام المؤثر عن أمير المؤمنين عليه السلام وصار من شيعة أمير المؤمنين ومن مواعظه أيها اليفن الكبير الذي قد لهزه القتير كيف إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعناق خلام عجيب يشير إليه ليوم القيامة يقول لمن علاه في رأسه وشيبه من الشيب لحيته ورأسه من الشعر الأبيض علامة الشيب يقول أيها الذي علتك علائم الشيب في الظاهر ودخلت ما دخلت في محاسنك ورأسك فكيف حالك كيف إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعناق بحيث أنه أطواق النار تحيط بعظام الأعناق عظام الرقبة ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم السواعد والجوامع الأغلال من الحديد السلاسل من الحديد تطوى على يديك حتى أكلت لحوم السواعد فالله الله معشر العباد وأنتم سالمون في الصحة قبل السقم وفي الفسحة قبل الضيق فاسعوا إلى فكاك رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها قبل ما يفوت كم الأوان فكوها أشهروا عيونكم وأضمروا بطونكم تدبروا أمركم ويكون الجد منكم في هذا الباب الإنسان يدع عينيه فائقتان لا يصمهما و عليكم أن تضمروا بطونكم لا تجعلوها قبورا للحيوانات لا يكون الإنسان في هذا في هذه الدنيا مجرد أنه يأكل ويشرب فقط لهذا أمير المؤمنين عليه السلام كلامه من سمعه يجره إلى التوبة يجره إلى المعالم الإلهية ومن جملة ما يوجب الارتباط ويسببه بالله سبحانه وتعالى هو مدح أهل البيت ومدح أمير المؤمنين وذكر فضاء الأمير المؤمنين عليه السلام لأنه عليه السلام مدحه الله ومدحه الأنبياء مدحه سيد الأنبياء سيد الخلق ومدحه الأعداء أيضا بل ومدحه حتى إبليس لأنه عن النبي صلى الله عليه وليه سلم أنا مدينة العلم وعلي بابها هذا الحديث المتواتر لدى الفريقين ويقولون إنه من المسلمات معناه أنه لا يحتاج أمير المؤمنين في علمه إلى معين وإلى معلم استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه كما يقول ابن أبو الحديد وغيره فجميع الخلفاء من الطاهرين ومن الأعداء مدحوه كان غنيا عن الصحابة بأجمعهم وحاجتهم إليه أيضا بأجمعهم حتى معاوية حتى يزيد حتى إبليس مدحه ظهر إبليس على رجل وقال له أنتم أبناء آدم تقولون نحن نحب الله ونعادي إبليس ومع هذا تعادون الله وتطيعون إبليس فقال الرجل لإبليس عظني بموعظة أن تفع بها هاي علماء الأخلاق يرددوها فقال إبليس اقنع من دنياك بالكفاف لا تكون كالنار لا تكون هل من مزيد لا يكون شعارك هل من مزيد للدنيا بل إنما دعه يكون لآخرتك لإصلاح نفسك هل من مزيد في هذا الباب دعه فقال إبليس اقنع من دنياك بالكفاف واستعن على آخرتك واستعن على آخرتك بحب علي بن أبي طالب عليه السلام الاستعانة على الآخرة لا تحصل إلا بحب علي هذا من ألد الأعداء للإنسان أجمع لبني الإنسان أجمع الذي حاربنا وحارب أبينا آدم في الجنة وأما مدحه من الله سبحانه وتعالى كما نرى في صورة هل أتى الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هذه الصورة الكريمة إلى أن يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله أكو جماعة يشربون بكأس أكو جماعة لا من نفس العين يشربون عينا يشربوا بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله بين المسكين بين اليتيم بين الأسير يقال أن المسكين واليتيم لربما كانوا مسلمين لكن الأسير وما كان مسلم لأنه لا يؤثر في بلد الإسلام مسلم بس ما حطوا فرق إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا إننا نخاف من ربنا هذا الإعلان العجيب إن القرآن يحكي عن علي ومن كان مع علي هنا النبي ما يقول هنا أهل النبي يقولون هنا أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين ومعهم فضة خادمتهم تقول إننا نخاف من ربنا والقول لأهل البيت لأهل العصمة لأمير المؤمنين وفاطمة لأمير المؤمنين وفاطمة إننا نخاف من ربنا يوما حبوسا قمطريرا فأمير المؤمنين عليه السلام وسائر أهل البيت يقولون إننا نخاف من ربنا يوما حبوسا قمطريرا وكذلك مدحه الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فنرى أن الباري سبحانه وتعالى يمدح أمير المؤمنين كما هو المعروف واتفقت عليه المذاهب أكثر من ثلاثمائة آية وعندنا نحن وبعض المذاهب أكثر من ألف أو ثلاثة آلاف آية وفيهم من يقول هو عدل القرآن ففي كل آية له حظ هذا أمير المؤمنين عليه السلام فسألت أنه في بعض المسائل بعض أزواج النبي وفي من يقول عائشة أنه هل يحرم الإنسان أو أحد في القيامة من نورك يا رسول الله فقال نعم ففي هذه الأيام يجب أنه ننزه أنفسنا وأنه نقدم لها الخير بما نطيق وما يكون من الممكن لدينا هذه الطوائف يقولون ثلاث طوائف ثلاث طوائف هؤلاء محرومون في القيامة من نور رسول الله الأول المصرون على شرب الخمر يقول أمير المؤمن عليه السلام لو وقعت قطرة في بئر وطم البئر وبعد مئة عام مرت ماشية أو بعد ألف عام في رواية مرت ماشية و واحدة منها أخذت من البئر المطموم على هذا البئر المطموم كان شيء من العشب خضر شيء من العشب فأكلت منه واحدة من هذا القطيع الغنم أي ماشية الغنم مرت أكلت واحدة من على البئر المطموم منذ مئة سنة أو ألف سنة فإن علي لا يأكل من لحمها ولا يشرب من لبنها ولا يلبس من صوفها فقيل له لماذا قال لأنه الخمر لأنه يؤثر في سبعة أبطن وفي رواية عن أمير المؤمن عليه السلام يقول لو أعطيت قطارا من الإبل قطار من الإبل من الشرق إلى الغرب أو من الغرب للشرق وجئ بزمام أولها وأعطيت أعطوني أعطوني هذا وقال هي لك وكانت تحمل آخر ناقة أو منها تحمل قارورة فيها قطرة خمر فوالله ما أخذ علي بزمام أولها قيل ولم قال لأنه الخمر الثاني الذي لا يرى ومن المعاصي التي بالكيد أنه تكون من المغفور لها إلا أن يوافق الأبوان وهو العاق للوالدين وفي حقوقهما نرى أنه كتبت كتب وصحائف حيث قسموا حقوق الوالدين في زمن الحياة على الحواس وعلى الظواهر قالوا لهم حقوق عشرة في اللسان وعشرة في الجنان وعشرة في الأبدان وعشرة في المال وكل له شرح اللسان كيف يكون الإنسان متأدب بين يدي أبوه كيف يكون كلامه معهما كيف لا يرفع صوته عليهما كيف يمدح هما كيف وكيف عشرة بالجنان القلب أنه دائما بقلبه يطلب من الله طول العمر لهما يطلب من الله السلام لهما يطلب من الله أن يكون له قلب رقيق لهما وإلى ما هناك وفي الأبدان كذلك في المال كذلك والثالث الذي لا يرى وجه رسول الله أو نور رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يسمع باسمي ولم يصلي عليه خاصة في هذه الأيام وهذه الليالي ألا وإبن الصلاة نور في القلب كما يقول بعض العرفاء فإنها تحطم الذنوب وتنور القلوب كلمة معروفة ظهر عن الشيخ البهجة رضوان الله تعالى عليه الصلاة على محمد وآل محمد تنور القلوب وتحطم الذنوب فهذه الأيام يجب علينا أن نتوسل بأمير المؤمنين هو حلال المشاكل يقول ينقل أنه كان رجلا تاجرا من اليمن أتى إلى المدينة فرأى صبيا طفلا في السوق فأحبه سأل لمن هذا الطفل أو الصبي قالوا إنه يتيم وأمه يهودية فقال لأمه بيعيه إياي وأعطاها من المال بشرط أن يأتي كل عام لتراه من قريب فقبل ذلك الشرط ذلك التاجر اليمني صافر بالطفل على الباخرة على السفينة أصابتهم الأمواج فطلبوا من كل مالك لعبده أن يرميه في البحر خوفا من قرق السفينة التمس هذا الرجل وأعطى القبطان وصاحب السفينة فلم يقبلوا من فرموا الصبي في البحر التقمه حوت أمر الله به أن يأتي به إلى الساحل حتى أفاق لما أوصله الحوت بالمكان المقرر قام ماشيا حتى وصل إلى المدينة إلى البلدة القريبة وصل إليها في رواية كانت في الهند وكان قد مات ملكهم ومن عاداتهم أن الذي يجلس عليه رأس الشاهين على رأسه طير الشاهين أو الباز فهو الملك فأخرجوا الطير هذا الصقر والشاهين الذي يعدهم فلم يجلس حتى اليوم الرابع وصل الصبي فجلس الصقر على رأسه فاتخذوه ملكا لهم جاءوا في العام المقبل وجاء هذا التاجر اليمني إلى المدينة التي كان هناك اشترى منها الصبي في رواية إلى مدينة رسول الله وعلمت الأم فأخذته من تلابيب حينما رأت أنه لم يأتي بطفلها وتصرق عليه فأخبرها بالحقيقة وهو حزين وباكي فأرادوا قتله أخذ يبكي وإذن بالحسن والحسين وصل فاستفسروا الخبر قال التاجر دعوني أودع أمي في اليمن وأرجع لكم قالوا وما الضمان فتشفع الحسنان وذهب لكن الأعداء كثر فأرادوا أن يخلوا بشفاعة الحسنين فوقفوا في طريقه وضربوه ضربا مبرحا وأودعوه في بئر حتى يموت فمضى وقت الموعد وجاء اليهود يطالبون الحسنين فأخبر أمير المؤمن عليه السلام فدعا وأجاب الله له فأحذر ثم دعا بدعائه عليه السلام حتى أحذر التاجر فكبر الناس لذلك حينما سمعوا القصة وحلت المشكلة بكرمي ودعائي أمير المؤمنين عليه السلام سيدي ومولاي ونحن أيضا ندعوك ونطلب منك أن تدعو الله سبحانه وتعالى في تعجيلي فرج مولانا صاحب العصري والزمان عليه السلام فهذه الأيام أيامك وهذه الليال ليال القدر لياليك وهذه الساعات ساعاتك التي وأنت على فراش الموت لم تكن إلا تريد الخير لخلق الله لم تريد إلا أن يكون بني الإنسان والبشر بأجمعهم موهوبون وموفقون لطاعة الله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى مراضيه بحق محمد وآله الطاهرين يا من نفذ في كل شيء أمره يا من لحق بكل شيء علمه يا من بلغت إلى كل شيء قدرته يا من لا تحصي العباد نعم يا من لا تبلغ الخلائق شكرا يا من لا تدرك الأفهام جلال يا من لا تنال الأوهام كنها يا من العظم والكبر يا أرداء يا من لا ترد العباد قضاءه يا من لا ملك إلا ملكه يا من لا عطاء إلا عطاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا يا من ل ل الله ل dod من ل و من لم ل الآخرة والأولى يا من له الجنة المأوى يا من ل ل الآيات الكبرى يا من له الأسماء يا من له الحكم والقضاء يا من له الهواء والفضاء يا من له العرش والثراء يا من له السماوات العلا سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا ودود يا سبوح يا قدوس سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من في السماوات عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من تصرف في الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وأرنا الطلع الرشيدة والغرى الحميدة اللهم احفظ مقدساتنا في النجف في كربلا في الكاظمين في سامرا في العراق في لبنان في إيران في أفغان في الخليج في الحرمين الشريفين في كل مكان اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد بحق محمد وآله روضة شهدائنا علمائنا من مات على الولاية نسأل الله سبحانه وتعالى بالشفاء من ابتلي بهذا الوباء والمرض بحق محمد وآله وإلى من مات بسبب هذا المرض إلى روحه الطاهرة رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد